جميع تعاريف الكتاب في فيديو واحد وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي ولا تنسى الدعاء اللي علمتك علي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلة وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلة أسأل الله أني وفقكم يا رب طيب اليوم التعاريف كلش سهلة ويايا لأنه أصلا أنا راح أعطيكم مفتاح حل لكل جملة طيب عندك مثلا جملة الأولى فما تقرأها كلها مني شوف كلمة سل يبيع تقول أدفورتس إعلان حلو إذن عبنا سل يبيع أدفورتس إعلان شون أحفظها عيد ويايا يلا سل يبيع أدفورتس إعلان 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 ضل عيد ويايا هنا من الضلة تعيد وراها تكتبها عشر مرات يعني تكرر أكثر من مرة أنت تعتبر نفسك حفظتها وعلمك على طريقة تمتحن بها نفسك هاي الكتابة الجواب اللي عندي أحدثه ماكو أخلي ورقة علي ها خليت ورقة علي وتكتبه انت على الغيب شوف نفسك صح لو غلط شفيت إذا ما كتبت انت وشفت نفسك بالامتحان راح تخربط به إذن سيليا بيع أدفورتس إعلان عندي ويتنج ينتظر كيو طابور اللي هو يعني السرة السرة إذن من أشوف كلمة من أشوف كلمة ويتنج ينتظر كيو معناها سرة عندي من أشوف كلمة كليين ينظف تيث برش فرشات الأسنان بيش راح ينظف ينظف توث برش من أشوف كلمة هيلب يعني يعاون أو يساعد عندك هيلب فل معناها متعاون خمسة من أشوف كارس موف يعني السيارة تتحرك شن هو اللي يخلي السيارة تتحرك يا أما تقدر تقول أنجين أو يا أما تقول فول يا أما الوقود أو المحرك يجيب لك يهن وعدة من عدن يعني عادي زين أستاذ أنا شو أكتب بالامتحان أي وحدة تكتبها صح مو مشكلة بس مرات تجيكي يعني مثلا اختيارات يعني مثلا نقل لك الانجين لو على سبيل المثال توث برش كار موف خلي سيارة تتحرك شفت فأنت لازم تحفظ لنا اتنينة تحفظ للي انجين وتحفظ للي فول من أشوف كلمة وايد معناها عريض عكس هيريد تقول لها نارو أنت من أشوف وايد عريض تقول لها نارو معناها ضيق سبعة من أشوف كلمة سبيار تايم يعني وقت فراغ تقول له هوبي لأن الواحد لما عنده وقت فراغ شو رح يسوي رح يعمل هوائي هوائته طيب من أشوف كلمة اكتفتيز يعني نشاطات تقول له هنا اثليتكس 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 ألعاب القوة من أشوف فني مضحك فني مضحك تقول له كوميدي اللي هي الكوميدي المضحك طيب من أشوف هوبي هواية ورفر نهار يعني هواية وياها نهار تقول له صيد السمك اللي هو الفيشنج اللي هو الفيشنج طيب من أشوف كلمة رايتر كاتب تقول له author اللي هي معناها مؤلف والمؤلف والكاتب نفس الشي من أشوف فني بكتشر يعني صور مضحكة تقول له الكارتون الفلام الكارتون اللي هي الضحك 13 من أشوف person يعني شخص person شخص تقول له character يعني شخصية يعني الperson هو نفسه شخصية أقول هذا هذا شخصية قوية يعني هذا الشخص عنده شخصية قوية فإذن person شخص وcharacter يعني شخصية من أشوف كلمة sing يغني music موسيقى يعني يغني الموسيقى وين بالconcert اللي هي حفلة الموسيقية إذن يغني music sing music أقل concert اللي هي حفلة موسيقية أيضا طبعا بالسؤال بالامتحان يقول لك write the words that much definishes مرات يجيب لك الكلمات فوق ويريدك تنزلهم جو ومرات ما يجيب لكهم لازم أنت تكتبهم من أشوف كلمة kills يقتل birds يقتل الطيور تقول هي الطيور الجارحة أو طبعا تقدر تقول الطيور المفترسة المفترسة نفسش الطيور المفترسة أو طيور الجارحة طيب من أشوف كلمة save آمن عكسها dangerous من أشوف sit on horse يعني يجلس على الحصان تقول رايد يركب إذن sit on horse يجلس على الحصان يعني رايد يركب من أشوف كلمة fastest يعني أسرع fastest معناها أسرع من أشوف كلمة fastest أسرع تقول الصقر من أشوف كلمة rise wheat يعني رز وحنط تقول crobs اللي هي المحاصيل من أشوف كلمة not children يعني مو أطفال تقول adults يعني بالغين شفيت السؤال الآخر من عندك كلمات هذا شوف كلمات فوق تنزلهم جو يعني هذا اللي بالأحمر شوف هذا يجيب لك ماكو ماكو شوف ماكو ماكو كل شي أنت اللي لازم تكتبه ومرات تجيب لك فوق وانت نتيجة نزلة فالموضوع سهل بس أريدك تحفظ ضيان وطريقة العوض هي الكتابة والتكرار كتابة وتكرار أوكي طيب عندي كلمة quiz show طبعا quiz show يعني برنامج سؤال وشو quiz يعني متحان سؤال show يعني برنامج برنامج البشير شو بشير يعني برنامج البشير quiz show يعني برنامج سؤال جوا ديكومنتري يعني وثائقي ديكومنتري وثائقي وذر جو وتوك شو يعني برنامج المشاهير يعني برنامج الحوار السؤال وجواب برنامج المحادثة عفوا وكوميدي ذكرنا عليه مضحك الجملة الأولى من نشوف كلمة فني مضحك تحط لك جملة ثانية من نشوف sun ورين يعني شمس ومطر يعني هذا وذر الجو من نشوف كلمة question and answer يعني سؤال وجواب قد قل quiz show quiz show من نشوف كلمة conversation 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 يعني محادثة قد قل talk show من نشوف كلمة information معلومات قد قل documentary decu 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 ment 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 terry 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 documentary documentary طيب طبعا أنا بهنا مكررها المتقصد على مو تحفظها من نشوف كلمة activities تقول athletics العاب القوة من نشوف كلمة tall long يعني طير رجلين أطوال تقول stalk وهو طائر الأقلق من نشوف a young dare young يعني شاب old يعني كبير young dare يعني غزال بعد صغير تقول phone اللي هو الظبي اللي هو ابن الغزالة large طويل bird طائر bird desert يعني هنا هالكلمة على الموضي ما تخطأ بيها تشوف كلمة bird desert يعني طائر بالصحراء اللي هو طائر الحبارة طبعا هذا الطائر كانوا قبل يصيدونه العرب ويأكلونه أو معرف إيش بسوى المهم وطائر يعيش بالصحراء طائر الحبارة تحفظ لها حبارة 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 ينفس أصلا bird desert صحراء طبعا هذا سؤال جاي وزاري صحيح هو ما موجود هي شخصة بالكتاب بسوى جاي وزاري فركز العرب سؤال الآخر طبعا هنا يقول لك جد كلمات مناسب اللي هو التعارف منشوف كلمة wide عريض يقول لنا رو ضيق هناك قول شوية قيل لك نرو يريد wide هنا بالعكس فلازم تحفظ لاثنين اوتم بعدها عندك كاوس الأبقار طبعا الكاوس اللي هي تعتبر كاتل يعني ماشية منشوف كلمة very old اللي هي old قديم ويونج شاب old قديم يقول ancient يعني معناها قديم without without بدون mountain mountain mountains يعني جبال طيب without يعني بلا يعني بدون يعني بلا جبال إذن نقول flat يعني مرة جاني سؤال قيل هولندا وقيل ride bicycle يعني هولندا يركبون bicycle ومنطين اختيارات منطين flat منطين بعد كلمة بدون ما افكر اقول flat ليش ليش لانه انا عندي كلمة ride bicycle وين انا اقدر اركب بال bicycle بال جبال لا بال الارض المسطح الارض العدلة يعني flat يعني مسطح يعني عدل يعني ما بي جبال من اشوف كلمة farmers grow يعني المزارعين يزرعون اقل crops وهي المحاصيل من اشوف لدي يصدر اقل export اللي هو التصدير اللي هو التصدير فركز لي على هذه كلمات لاني مهم وراح تجي من اشوف كلمة factory يعني معمل اقل refinery اللي هو المصفة المصفة هو المعمل ما هو اصلا المصفة هو معمل من اشوف كلمة glow يعني صمغ تقل gum وهو ايضا صمغ يعني هذا فانتهى درسنا لهذا